موسيقى يتجمع الأطفال كل يوم هنا للبحث عن الماء في مدينة حيس، الواقعة جنوب الحديدة يقضي الأهالي ساعات النهار في جلب المياه من أماكن بعيدة إلى منازلهم توقف المشروع الرئيسي للمياه في المدينة لسبب الفساد كما يقول السكان ولم يبقى لهم سوى هذه المصادر الضعيفة للبقاء على قيد الحياة الآن في مدينة حيس نعاني من الماء حوالي الآن لنا شهرين من الماء نعاني من الماء يخرجوا العجاز مع الرجال يملوا من المزارع طيب شيء الثاني الواقعة بثمانية ألف ريال الواحد داخل بيته ما بيسمعه مدرب للغب العالمي لماذا فشل المشروع؟ من أول يوم والناس يشكون بعد المياه لماذا؟ منهم السرق؟ منهم الذي سرقوا 12 خط قصيب من نصف الخط إلى الخزان منه الذي بدل الغطاس من ألماني إلى سيني؟ منه الذي غير المواصفات؟ منه الذي فعل بالمشارع كل هذه الأفاعل؟ ولم ينظروا إليهم ولم يعاقبوا القاني بينما الناس يبحثون نساؤهم ورقالهم وأطفالهم عن قطرة ماء ولم يجدوه خمسون ألف مواطن وسبعة آلاف نازح في مديرية حيس يتكبدون هذه المعاناة اليومية بحثا عن الماء أطفال ونساء يقضون معظم ساعات نهارهم وهم يحملون أحلامهم البسيطة في الحصول على الماء دون عناء البحث والانتظار تحت أشعة الشمس حالة الفقر والظروف المعيشية الصعبة للمواطنين في حيس تجعلهم عاجزين عن شراء صهاريج المياه التي يتجاوز سعرها ثمانية آلاف ريال وهو مبلغ لا يستطيع السكان هنا توفيره يرحموا هنا بالماء يعوثوا هنا أحنا وأطفالنا مشردين في الشوارع نقري من حارة الحارة بعد دغم الماء ما نحصلهاش ما معاناش حق وايسة ندخله عشرة آلاف حقا وايس ألم ما أحنا شي حق المصارف أن هبه البطونة نحنا نروح نهبه للماء إنه كل شيء نحيا بالماء ونحنا مشردين نقري من شارع لشارع اللي مريضة اللي أقوز اللي جاهل اللي شباب اللي أتقطتني أحنا وأطفالنا وأولادنا ونحنا نقري في الشوارع بعد الماء كم لحنا نقري؟ لحنا ثلاثة شهور مشروعان لتوفير الماء كانا يغطيان احتياجات المدينة لكن الفشل والفساد الإداري تسبب بانقطاع الماء عن المنازل كما يقول الأهالي تستفحل أزمة المياه في حيس لتتعالى أصوات المواطنين المطالبة بمحاسبة المتسببين بتوقف مشاريع المياه كما يناشد السكان السلطة المحلية والمنظمات الدولية القيام بدورهم وإنهاء أزمة المياه ترجمة نانسي قنقر